السلام عليكم متابعي دراما سبورت اليوم بدنا نحكي عن نادي الاتحاد ونادي الجيش والمشاركة بكأس الاتحاد الاسيوي بالبداية خلونا نعرف كم معلومة عن كأس الاتحاد الاسيوي اكتر نادي فاز بهذه البطولة الاندي السورية اللي حققت اللقب وجوائز بطولة كأس الاتحاد اكتر نادي حقق كأس الاتحاد الاسيوي هو نادي القوة الجوية العراقي والكويت الكويتي حققوا لقب كأس الاتحاد الاسيوي 3 مرات فاز نادي الجيش بهذه البطولة ببطولة كأس الاتحاد الاسيوي عام 2004 بينما نادي الاتحاد الاهلي الحلبي حققوا لقب بطولة كأس الاتحاد الاسيوي عام 2010 حامل لقب كأس الاتحاد الاسيوي بيحصل على مبلغ مليون دولار بينما الوصيف بيحصل على مبلغ نص مليون دولار مجموعة نادي الجيش بكأس الاتحاد الآسيوي بتضم النجم اللبناني الوحدات الأردني وهلال القدس الفلسطيني بينما مجموعة نادي الاتحاد بكأس الاتحاد الآسيوي بتضم نادي الجزيرة الأردني نادي الكويت الكويتي ونادي النجمة البحريني مباريات نادي الاتحاد اللي على أرضه رح تكون بدولة الإمارات العربية المتحدة بينما مباريات نادي الجيش اللي على أرضه رح تكون بدولة البحرين مجموعة نادي الاتحاد ونادي الجيش بكاس الاتحاد الآسيوي مجموعات متوازنة لأندي تقريبا متشابهة وتقريبا بنفس المستوى عدا نادي الوحدات الأردني اللي لازم تحسب له ألف حساب بمجموعة الجيش ونادي الكويت الكويتي بمجموعة الاتحاد لازم كمان تحسب له ألف حساب يوم خمسة وعشرين اتنين يعني التنين الجاي راح تكون مباراة نادي الاتحاد مع نادي الكويت الكويتي بدولة الكويت وبنفس اليوم راح يلعب نادي الجيش مع نادي هلال القدس الفلسطيني بدولة البحرين هلا خلونا مع جدول مباريات نادي الاتحاد ونادي الجيش بكاس الاتحاد الآسيوي وبعدها خلونا نحكي شوي عن استعدادات نادي الجيش ونادي الاتحاد لهالبطولة بصراحة يا شباب استعدادات نادي الجيش ونادي الاتحاد كانت سيئة جدا أو بالأصل ما لازم نسميها استعدادات نادي الكويت الكويتي والوحدات الأردني وحتى نادي النجم اللبناني والجزيرة الأردني عندهم محترفين بمستوى عالي ونحن بصراحة لا نادي الاتحاد ولا نادي الجيش ولا حتى تشرين المتصدر ولا حتى الوحدة الأندية السورية بشكل عام ما بتمتلك العناصر المناسبة لتحقيق اللقب لكن أملنا بلعيبتنا كتير كبير وإن شاء الله يحققوا شيء إنجاز يرفعوا من اسم نادي الاتحاد ونادي الجيش على كل حال في دائما أمل بتحقيق نتائج مشرفة بعد ما كنا نحقق البطولة أو نوصل للنهائي بكل سهولة بالتوفيق لنادي الاتحاد ولنادي الجيش بهاي البطولة وإن شاء الله يكونوا خير ممثل لهالبلد على كل حال رح نغطي كمان نتائج مباريات نادي الجيش ونادي الاتحاد من خلال صفحاتنا وحساباتنا على الإنستغرام والفيسبوك بتمنى يعجبكم الفيديو كونوا بصحة وخير وسلامة